موسيقى نشرة أخبار السادسة نقدمها لكم من شاشة الفجيرة نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والبداية دائما بالعنوين محمد بن زايد يتلقى اتصالات من زعماء دول تضامنا مع الإمارات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدين استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات الفجيرة للترايثلون يشارك في بطولة رأس الخيمة المفتوحة للترايثلون أهلا بكم تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يوم أمس اتصالا هاتفيا من فخامة عبدالفتاح سيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة شدد خلاله على إدانة مصر واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات من قبل ميليشيات الحوث الإرهابية مؤكدا وقوف مصر إلى جانب الإمارات ورفضها لأي مساس بأمنها أو استقرارها وعبر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاتصال عن دعم مصر لدولة الإمارات في كل ما تقوم به من إجراءات وخطوات لضمان أمنها وسيادتها في مواجهة العدوان الحوثي الآثم والمخالف لكل القوانين والعراف الدولية مؤكدا ارتباط أمن دولة الإمارات واستقرارها بالأمن القومي المصري وذلك امتدادا للعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين والشعبين كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زيد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يوم أمس اتصالا هاتفيا من فخامة يسحاق هارتسوغ رئيس دولة إسرائيل أدان فيه الاعتداءات الإرهابية الحوثية التي تعرضت لها مواقع مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤكدا رفض بلاده لهذه الاعتداءات وتأييدها التام لدولة الإمارات في كل ما تقوم به به لمواجهتها والدفاع عن أمنها وسيادتها وقدم الرئيس الإسرائيلي خلال الاتصال تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زيد النهيان في ضحايا الاعتداءات الإرهابية وتمنى الشفاء العاجل للمصابين تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زيد النهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالا هاتفيا من معالي جون أف لودريان وزير خارجية فرنسا وأكد معاليه خلال الاتصال الهاتفي إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوث الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية مضيفا أن دولة الإمارات وجمهورية فرنسا ترتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة ويعملان معا من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار كما أكد معاليه دعم بلاده للإمارات العربية المتحدة عاقب تعرضها لهذا الهجوم الإرهابي الذي يشكل تهديدا لأمنها واستقرارها وكذلك أمن واستقرار المنطقة بأسرها متقدما معاليه بخالص العزاء إلى دولة الإمارات في ضحايا هذه العمليات الإرهابية ومعبرا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين كما تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زاد النهيان اتصالا هاتفيا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأظهر الشريف وأكد فضيلته خلال الاتصال الهاتفي دانته الشديدة للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوث الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية متقدما بخالص العزاء لأسر الضحايا ومعربا عن تمنياته بشفاء العاجل للمصابين كما أكد فضيلته تضامن الأظهر الشريف مع دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا مشيرا إلى أن الإمارات العربية المتحدة ستظل دائما واحة لتسامح والأمن والأمان ومنارة لنشر قيم الأخوة الإنسانية في العالم أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة ما تعرض له المدنيين والمنشآت المدنية بالدولة من استهداف تسبب في وفاة عدد من المدنيين وإصابة آخرين ولا سيما مع ما يمثله هذا الاستهداف من انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية لحقوق الإنسان وإذ تبدل هيئة خالص تعازيها وصدق مواساتها لأسر الضحايا وخالص تمنياتها للمصابين بالشفاء التام فإنها تدعو في الوقت ذاته المفوضية السامية لحقوق الإنسان للقيام بما ينبغي لإدانة هذه الجرائم ومرتكبيها وتعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على التواصل والتنسيق المشترك مع المؤسسات والهيئات الوطنية لحقوق الإنسان لتنسيق المواقف الدولية المتعلقة بموضوع الاستهداف الإجرامي للمدنيين وما يمثله من تهديد سافر للأمن والسلام وانتهاك جسيم للقانون الدولي لحقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف كما دانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بشدة استهداف طائرات مسيرة لمناطق ومنشآت مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وستة جرحى جميعهم من المدنيين أكدت اللجنة في بيان لها أن الهجوم الذي تبنت مسؤوليته ميليشيا الحوثي يعد عملا إرهابيا وانتهاكا صارخا للقوانين الدولية والمواثيق والأعراف الإنسانية وتعاليم الأديان السمحة التي تؤكد على تجريم هذه الأعمال الإرهابية وقالت إن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية إذ تدين هذا العمل الإرهابي الذي يهدد السلم والأمن الدوليين فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة لردع الميليشيات الإرهابية التي تستهدف سلامة الأوطان والشعوب أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قرار المجلس رقم 2 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم 47 لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي على أن ينشر القرار في الجريد الرسمية وسيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما من تاريخ نشره وقد أكد القرار على ضرورة الحصول على التصريح اللازم من مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات وذلك لمزاولة نشاط النقل بالمركبات وإدارة طلبات النقل والتوصيل من خلال المنصات الألكترونية والتطبيقات الذكية وغيرها من الأنشطة المحددة في القرار استقبل معالي سقر غباش رئيس المجلس الوطني للتحدي معالي أفا ماريا لاميتسو وزير خارجية جمهورية إستونيا في مقر المجلس في أبوظبي وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترات شاملت تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين بما يعزز التعاون والتنسيق القائم بين دولة الإمارات وجمهورية إستونيا في ظل حرص قيادتي وحكومتي البلدين على تطوير مختلف أوجه العلاقات بين البلدين بهدف تعزيز الابتكار لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه والغذاء والطاقة اختتمت دولة الإمارات والأردن وهولندا اليوم قمة المياه والغذاء والطاقة أول قمة ثلاثية من نوعها والتي أقيمت على مدار يومين كجزء من أسبوع الأهداف العالمية لأكسبو 2020 دبي وافتتح القمة معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي المهندس محمد النجار وزير المياه والري الأردني ومعالي لسجي شيرن ماخر وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندي وشارك في القمة التي أقيمت بعض فعالياتها افتراضيا نخبة واسعة من مسؤول القطاعين الحكومي والخاص وممثلون عن الشباب والقطاع الأكاديمي وأصدرت دولة الإمارات والأردن وهولندا إعلانا ثلاثيا للتأكيد على التزامهم دعم نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة وتعزيز معايير وممارسات لاستخدام المستدام للموارد كما وجهت الدول من خلال الإعلان دعوة إلى حكومة العالم لمشاركتهم في تعزيز العمل في مجال التكامل بين المياه والغذاء والطاقة وقعت ثمان عشرة شركة وطنية وعالمية رائدة في مجالات متنوعة بالدولة تعهدا طوعيا بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في مبادرة جديدة من نوعها للقطاع الخاص على المستوى العالمي وتم الإعلان عن هذا التعهد خلال حفل أقامه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة ويهدف التعهد إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية بالقطاع الخاص رفع نسبة مشاركة المرأة بها إلى 30% بحلول عام 2025 بما عبر سياسات وبرامج ومبادرات نوعية تواكب التقدم المتحقق في هذا المجال بالقطاع الحكومي في الدولة اختتم يوم أمس المعرض والمؤتمر التجاري لأمن والسلامة انتر سيك 2022 بدورته الثالثة والعشرين الذي وقيمه في مركز دبي التجاري العالمي تحت عنوان توحيد جهود خبراء القطاع من أجل أمن وسلامة الأجيال المستقبلية وسط إشادات بالتطور الذي شهدته الأنظمة والسرعة في تقديم الخدمات العالم أصبح عنده تطور في أنظمة الأمن والسلامة وتسارع في تحديث الأنظمة سواء في الأنظمة الإلكترونية أو سواء في الأنظمة الميكانيكية ودول الخليج كافة تعتبر من الأسواق الخصبة في أنظمة الأمن والسلامة ومصدر عين لكل المصانع العالمية أنها تركب أنظمتها وهذا بفضل العز وجل ثم بفضل قياداتنا في جميع دول الخليج نشكر دولة الإمارات على ما قامت به من استقبال ومن حفاوة ومن تنظيم لهذا المعرض أو هذا العرض والكيان الضخم الذي يعرض أحدث الأنظمة العالمية في أنظمة الأمن والسلامة نفخر بالإنجاز هذا هي طبعا الشركة بإدارة ومساعدات وطنية بأيدي إماراتيين وطبعا أشخاص مهندسين متدربين عليها تم تنفيذ الشركة بناء على المطالبات اللي حالية موجودة بالسوق طبعا إحنا كشركة منقوم في عملية تصميم وتصنيع سيارات الإطفاء والإسعاف وما شابه وما تطلب منه السوق طبعا إحنا من أهم الزبائن عندنا اللي هم تقريبا الدفاع المدني في دولة الإمارات والدول الخليج طبعا عندنا كمان المستشفيات والجهات الحكومية المختصة في هذا المجال نكون في عملية تلبية مطالباتهم من حيث بناء وتصنيع السيارات بأحدث المعايير والمواصفات العالمية بحيث الطابق مع مطالبات الزبون بشكل أساسي تحت شعار بناء ثقافة الابتكار والتكنولوجيا في المجال الصحي انطلقت يوم أمس فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للصيدلة والطب في نسخته السادسة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار الذي يقام بهدف تعزيز الإبداع لدى مقدم الرعاية الصحية والمهنية والأكاديميين ولتسريع النمو الاقتصادي والتنمية فضلا عن جذب المستثمرين وتعزيز الفرص التجارية والتعاون الدولي في هذا المجال نحن سعيدين اليوم في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار باستضافة هذا المعرض الطبي المعرض الدولي للطب والصيدلة السادس واحتضان أكثر عن 90 شركة مشاركة في هذا المعرض من مختلف القطاعات الطبية والتقنيات المتعلقة بالقطاعات الطبية بالإضافة طبعا إلى حضور مكثف من الطباء ودكاترة الجامعات وأيضا الطلبة نهدف من خلال هذا المعرض اليوم إلى تسليط الضوء على القطاع الصحي والتقنيات المصاحبة للقطاع الصحي والأبحاث والقطاع الصحي بالإضافة إلى دعم الشراكات بين القطاعات الجامعية والأكاديمية وأيضا القطاع الخاص طبعا المعرض اليوم هذا يرسل رسالة على قوة ومتانة اقتصاد دولة الإمارات وأيضا البيئة الجاذبة للاقتصاد في دولة الإمارات وليقامة المعارض والأنشطة المختلفة حصدت منطقة الحصن الثقافية التي تشرف عليها دائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي أعلى تصنيف في فئة المباني ذات الاستخدامات المتعددة خلال حفل توزيع جوائز أخبار العمارة العالمية وان 2021 بعدما تم اختيارها ضمن قائمة نهائية ضمت ستة متنافسين دوليين يأتي تكريم وحصول منطقة الحصن الثقافية التي تشرف عليها دائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي على تصنيف في فئة المباني ذات الاستخدامات المتعددة خلال حفل توزيع جوائز أخبار العمارة العالمية وان 2021 بمثابة اعتراف دولي بمقاومات ومكانة منطقة الحصن لا سيما بعد تفوقها على أشهر المنافسين العالميين قال الخبراء إن تصميم المنطقة الثقافية البلغ مساحتها 140 ألف متر مربع يمزج بين الحدثة والتراث البحري والصحراوي الغني لإمارة أبو ظبي حيث تحتضن منطقة الحصن التاريخية قصر الحصن أعرق وأقدم بناء تاريخي قائم في أبو ظبي شكل على مدار السنين مقرا للحكم والأسرة الحاكمة وملتقا للحكومة في الإمارة تمثل المنطقة مجمعا كاملا يضم أول مركز مجتمعي متعدد الأغراض في دولة الإمارات وقاعات عرض وصالات عرض فنية وورش عمل ومكتبة كما يحتوي على مساحة مفتوحة للفاعليات والتجمعات العامة فضلا عن بيت الحرفيين الذي يوفر بدوره معرضا دائما مع تجربة غامرة تستعرض روعة الحرف اليدوية في دولة الإمارات يذكر أن جوائز أخبار العمارة العالمية تحتفي بالمشاريع العمرانية فائقة التمييز وتكرم الأعمال الفريدة للمعماريين المبدعين ذو الرؤية الاستشرافية طبيا أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 15122 جرعة من لقاح كوفيد-19 وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم نحو 23.141.751 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 233.98 جرعة لكل مئة شخصة كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم عن إجراء 518.300 فحص جديد خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية مما ساهم في الكشف عن 292 حالة إصابة جديدة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 813.931 حالة كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1285 حالة إصابة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض وبذلك يكون مجموح حالات الشفاء 763.664 حالة كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين بالفيروس وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 222 حالة ولا إكسبو حيث شارك جناح جزر البهامة الواقع في منطقة الاستدامة في التظاهر العالمية للاحتفال بالإبداع البشري والابتكار والتقدم والثقافة من خلال إبراز التنوع البيولوجي الذي يميز هذه الدولة ذات الشواطئ الساحرة والتي احتفلت أمس الثلاثاء بيومها الوطني الفخري في إكسبو 2020 دبي شهد احتفال جزر البهامة بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي دولة فيليب ديفيس رئيس مجلس الوزراء وزير مالية جزر البهامة وكان في استقباله والوفد المرافق له معالي الشيخ نهيان بن باركال نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي بدأت المراسم الرسمية للحفل برفع علمي الدولتين وعصف النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وكومن والث جزر البهامة ثم ألقيت الكلمات الترحيبية حيث عبر معالي الشيخ نهيان بن باركال نهيان عن سعادته بهذه المشاركة القوية والنشطة لجزر البهامة عبر جناحها الذي يركز على عرض ممارسات الاستدامة في الدولة بما يعزز مرونتها في مواجهة تغير المناخ فضلا عن إبراز جهودها في تطوير الاقتصاد الأزرق من جانبها أشار دولة رئيس مجلس الوزراء وزير مالية جزر البهامة خلال كلمته إلى ضرورة العمل معا لتجاوز التحديات العالمية العظيمة التي نواجهها هذه المرحلة معتبرا أن روح إكسبو ستستمر سواء بالاستثمار في المستقبل التكنولوجي المتنامي أو الحراك الجماعي للتصرف حيال التحديات الوجودية التي يسببها تغير المناخ هذا واختتم الحفل بواصلات غنائية أدتها مجموعة من الفنانين من جزر البهامة تناولت مواضيع عدة تعكس تراث البلاد وثقافتها ونبقى في الحدث العالمي حيث نظم جناح كوريا الجنوبية في إكسبو 2020 دبي معرضا مصغرا بمركز دبي للمعارض تحت عنوان معرض كوريا للإبتكار وتضمن أبرز ما وصلت إليه كوريا في عالم التكنولوجيا من خلال أكثر من 48 شركة كورية جاء معرض كوريا للإبتكار ليعبر عن الطاقات الكاملة للكوريين متيحا للزوار الفرصة لاستكشاف خيارات تنقل غير محدودة من خلال إطلاق العنان لخيالهم حيث عرضت شركة السيارات أحدث ثلاث سيارات لها وهي نيكسو والتي تعمل بطاقة الهيدروجين سيارتي كيا إي في سيكس هيونداي آيونيك فايف كما عرضت إحدى الشركات الكورية ميونيك أحدث دراجاتها الكهربائية عصرية الشكل باكمان والتي قد تستخدم للاستخدام الشخصي بينما عرضت شركة تاكي يونغ أحدث تكنولوجيتها في مجال الدرون حيث عرضت درون هيكس المستخدم في مجال الإنقاذ وتنافست الشركات الطبية في إبراز أفضل الطرق والوصفات الطبية والعشبية في حين عرضت شركات الاستدامة والتي يبلغ عددها ما يقارب من 14 شركة كورية أبرز وسائلها للحفاظ على البيئة رياضيا شارك فريق الفجيرة للترايثلون في بطولة رأس الخيمة المفتوحة للترايثلون في مسافتين السبرينت والسوبر سبرينت وقد أبدع الفريق في تحقيق أقوى النتائج بين الفرق والفردي حيث حقق في فئة السبرينت اللعب محسن حسن العلي المركز الأول بين المواطنين والثاني على المجموع العام واللعب يوسف الهنائي الثاني بين المواطنين فيما حقق في فئة السوبر سبرينت اللعب عبدالله حسن العلي المركز الأول في المجموع العام والأول بين المواطنين وحل راشد عيد العلي المركز الأول في فئته العمرية والثاني بين المواطنين وخالد الكعبي الثاني في فئته العمرية والثالث بين المواطنين يذكر أنه قد بلغ عدد اللاعبين في البطولة نحو 800 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات نشرتنا مستمرة معكم ونقرأ فيها أيضا وقفة لأهالي ضحايا مرفأ بيروت وإقفال مداخل قصر العدل بلينكينت في أوكرانيا وتحذير أمريكي لروسيا من عواقب وخيمة أهلا بكم البداية من لبنان والذي شهد تنظيم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة احتجاجية حيث أقدموا على إقفال طرقات ومداخل قصر العدل في العاصمة بيروت للمطالبة بدعم المحقق العدلي طريق البطار ورفع المعتصمون أمام قصر العدل في بيروت لافتات تندد بالسلطة السياسية الفاسدة والمسؤولين في الدولة من أجل تمييع ملف التحقيق والتلاعب على القانون كما طالب الأهالي بدعم القاضي البطار في عمله لأنه مؤتمن من كل اللبنانيين على كشف الحقائق ومعاقبة المرتكبين والمجرمين من أي جهة تم وإلى أوكرانيا والتي وصل إليها وزير الخارجي الأمريكي أنطون بلينكين لبحث التصعيد مع روسيا في وقت حذر البيت الأبيض من أن روسيا قادرة على شن هجوم محتمل في أي وقت وتعد زيارة وزير الخارجي الأمريكي أنطون بلينكين إلى أوكرانيا لتعبير عن دعمه لكييف في ظل ازدياد المخاوف من اجتياح روسي محتمل وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين كل الخيارات مطروحة على الطاولة محذرة من وضع خطير للغاية وأضافت ساكي نحن الآن في مرحلة يمكن لروسيا أن تشن فيها في أي وقت هجوما على أوكرانيا مهددة أنه إذا قرر الرئيس فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا فسيتم فرض عواقب اقتصادية وخيمة ملقية باللوم على الرئيس الروسي وقائلة إن الرئيس بوتين هو من تسبب بهذه الأزمة وإلى أفغانستان حيث دع القائم بأعمال الرئيس الوزراء الملة محمد حسن أخوند أمس الأربعاء دول العالم للاعتراف رسميا بإدارة طالبان للبلاد مؤكدا في مؤتمر صحفي بكابل إنه تم الوفاء بجميع الشروط وقال أخوند أطلب من جميع الحكومات وبخاصة الدول الإسلامية أن تبدأ الاعتراف وذلك في أول ظهور له في وسائل الإعلام منذ أن تولى المنصف في سبتمبر وتتردد القوى الأجنبية في الاعتراف بإدارة طالبان التي سيطرت على أفغانستان في أغسطس في حين جمدت دول غربية بقيادة الولايات المتحدة أصولا مصرفية أفغانية بمليارات الدولارات وأوقف التمويل التنمية والذي كان يشكل في وقت ما العمود الفقري لاقتصاد أفغانستان لفت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء إلى أن جائحة كوفيد-19 لم تنتهي بعد محذرا من الفكرة القائلة بأن المتحور أوميكرون لا تسبب الأذى وقال تيدروست هانوم جبريسوز في مؤتمر صحفي في جنيف يواصل أوميكرون اكتساح العالم لا تخطئ يسبب أوميكرون في دخول المستشفيات ويوقع وفيات وحتى الحالات الأقل خطورة تثقل كاهل مؤسسات الرعاية الصحية وأضاف جبريسوز هذا الوباء لم ينتهي بعد ونظرا إلى التفشي الكبير لأوميكرون حول العالم فمن المحتمل ظهور متحورات جديدة وفي الحادي عشر من يناير اعتبلت وكالة الأدوية الأوروبية أنه على الرغم من أن المرض لا يزال في مرحلة الوباء فإن انتشار المتحور أوميكرون سيحول كوفيد-19 إلى مرض مستوطن يمكن للبشرية أن تتعلم التكيف معه والختام مع لقطة اليوم للثلوج والتي غطت جبل اللوس في نيوم شمال المملكة العربية السعودية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ختم هذه النشرة دمتم في أمان الله دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر